مرحبا فيكم حبايبي برج الأسد. خلينا نشوف التوقعات. كيف الفترة رح تكون عاملة بشكل عام. خلينا نشوف طاقتك هاي الفترة أكتر شي على شو عم بتركز بأفكارك بأفعالك. وقعت الحالة والله. نفس الوراء اللي قبل شوي. رح يكون أكتر شي العاطفة شغالة عندك. رح تكون فترة رومانسية بانتياز. في رجوع لشخص أو التطور في العلاقة العاطفية. في أمور رح ترجع لما جريها. في أكتر من أمنية في الحب عم بتتير. في انتصار في هاي العلاقة. فهذا الكرت طلع لك عاطفي. مع انه يعني عادة بطلع بشكل عام. خلينا نشوف إذن التوقعات بشكل عام لهاي الفترة. للأسد. طبعا هاي القراءة عامة حبايبي ممكن تنطبق على جزء وجزء لا. فعادي جدا إذا ما انطبقت عليه. حلو جدا الورق وكتير عجبني. بالنسبة للشهر الماضي ما كان هالأد برج الأسد. لكن هاي الفترة أنا شايفيتها رح تكون كتير حلوة. شايفي عندك أول شي تصفية حسابات في أول الأيام من هاي الفترة. يعني يمكن تكون أول أسبوع من الفترة اللي قلنا عنها. رح تكون تصفية حسابات. فيه كان صراع بينك وبين أشخاص. ولكن عم بشوفك تكون عم بتكون صارم جدا مع هذا الشخص. عم بتعطيه اللي هو الدواء. يعني عم بتداويه بالطريقة بالتي هي أحسن. خلينا نقول. عم تعطيه حجمه. عم تعطيه اللي بستاهله ومش أكتر. آآ شايفي فيه تغير بشخصيتك يا برج الأسد. عم بتحاول تشتغل على نيقات الضعف اللي عندك إياها. والطاقات السلبية اللي جواتك. وعم بتحاول تغيرها. يعني كتير حلو انه اشوف هادا الاشي بالورق. نادرا ما بشوفه. انه عم بتحاول تغير بشخصيتك وعم تنجح. خاصة انه ورقة برجك يعني كمان مبينة. فكتير عم بشوف فيه فيه سعادة. عجلة الحظ عم بتكون معاك هذا الشهر. في يعني استغلها ما بتعرف بالأشهر اللي بعدها شو رح يصير. فاستغل هاي خلينا نقول عجلة الحظ. عم بشوف كمان فيه هذا الكرت اللي هو عم بتلف اللفة عم حدا ظلمك انت عم تاخد حقك. زي ما اقول له هنا فيه صراعات مع شخص ممكن يكون آآ ظلمت. نهاية العلاقة ثلاثية. في علاقة ثلاثية هاد الكرت طلع مقلوب من بعد ما انجرحت آآ ب من اشخاص او من شخص آآ يكون في العمل طبعا وعم تاخد حقك في اكتر من كرت يعني شوف كرتين فيهم جستس وكرتين فيهم كارما. آآ بالنسبة للطاقات قبل ما انسى آآ اللي هي هوائية اكتريتها. في نارية. والله هوائية بانتياز. وفي مائية. هوكي. في ميزان. بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي. في اسد حبايبي. في علاقة شوف ثلاثية مليون في المية راح تنتهي. الكرتين طلعوا مقلوبين. كروت العلاقات الثلاثية. آآ هذا الشخص الشخص الشريك او خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم بخلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما ازا كنتوا انتم منفصلين او كزا ما عم بيفكر بصغائر الامور بالزعل بالبلوك بالهاي الاشياء الفاضية. هو عم بيفكر لا اكتر من هيك. عم بفكر للارتباط. عم بيفكر حتى انه ممكن انه التافروا مع بعض. آآ عم بيختارك وبيترك الطرف الثالث زي ما قلنا. آآ عم تنتهي عندك فترة الاحباط او الانطواء او الصراع النفسي. آآ عم بنشوف نجاحي كتير. من ناحية العمل نفس الشي قلنا هذا الكارما او الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع اشخاص يمكن من اطراف هوائية او مائية. او نارية. آآ على الاخص نارية ممكن تكون. آآ عم بيكون نجاح عليها او انتصار على هدول آآ الاشخاص. آآ شايفة فيه الشخص آآ ممكن يتقرب منك ازا كنت اعزب. آآ هذا الشخص آآ صفاته يعني خلينا نقول آآ متوسطة. آآ بالبداية مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن انا باحكي لك انه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح تكون رح يكون آآ خير لالك. لانه هاي فترة آآ كيف دا قولك انه فترة آآ خير بشكل عام لك وحظك خلو في هاي الفترة فاستغل هاي الفترة. شايف بعض الاشخاص عم بيصير عندهم زواج او الاشخاص المتباعدين او اللي على علاقة آآ او حتى المطلقين شايف لهم رجوع آآ شايف فرحة آآ شايف حب حقيقي عم بيتتوج او بيترسم او بيتطور آآ شايف انه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرف يمكن ماديا يمكن عاطفيا تسانده عنده مشاكل كتير آآ عم بتكون كتير مساند لالو هو مساند لقراءات العاطفية حبايبي بتعرفوا انه ممكن تكون عكسية. آآ ازن اكتر اشي مسيطر على الاسد هاي الفترة الامور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر آآ بيين الاشخاص اللي مصررين عالسفر لهم فترة عم بيبين عندي في الاسد بده سافر فآآ في هاي الفترة في فرصة حلوة للسفر او تخطيط او مراحل آآ حلوة عم بتصير من ناحية السفر آآ الناس اللي عندهم محاكم من برج الاسد عم بيصير في عندهم جوستس عم ياخدوا حقهم والكار ما عم ترجع لهم آآآ خاصة المحاكم اللي فيها مال آآآ او حضانة اولاد خلينا نشوف اكتر عاطفيا لانه دايما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا اكتر او قراءة عاطفية منفصلة رح احاول انه نعمل يعني عاطفية منفصلة شوف حبيبي برج الاسد عم بتكون كتير مبسوط نتيجة الامور اللي صارت آآ في عندك يعني في في امور آآ رح تصير او آآ او احداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج عم تتفرج على اما طرف الثالث او الانتصار على الطرف الثالث لانه مبين عندي في رجوع اكيد وفي آآ حتى الناس اللي اللي موجودة مع بعضها من الاصل في آآ تطور في المشاعر خلينا نقول او في العلاقة آآ ولكن في طرف ثالث عم بيكون آآ مش متواجد ولكن عم براقب مش عاجبه هذا الطرف الثالث آآ شايف الشريك طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني ارجع اقول انه ممكن تكون عكسية آآ الشخص آآ انت او الشخص الاخر ممكن انه يعني شايفيتكم حتى التينين مندفعين آآ آآ ناحية آآ بعض في نهاية لطرف ثالث الثدث لطرف ثالث مع انه عم بيحاول بيشتى الوسائل انه ينتصر ولكن شايف ينصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث آآ المال بيّن عنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون آآ فيه وفرة مالية حلوة كتير لبرج الاسد النساء آآ من برج الاسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كتير آآ فيه مال رح يجيك آآ اما من ترقيف العمل او من عمل اضافي آآ او حتى فرصة آآ عمل جديدة هاي المشكلة اللي انا قلت آآ عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح آآ تنتصر آآ عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي آآ نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة آآ موضوع كبير آآ رح ينتضح آآ رح فيه امور آآ آآ هو كان يعملها مبين هون امور آآ ممكن تكون اعمال وشغلات آآ آآ هو السبب كان فيه خدلانك بالفترة الماضية او كان منتصر عليك والان انت عم تنتصر عليه شايفي اكتر شي آآ آآ شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية آآ فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فا كتير ورق حلو لبرج الاسد ان شاء الله يرب انه ينطبق على اكبر عدد. خلينا نشوف اذا فيه تحذيرات او شي في هذا الورق. عم بشوفك آآ آآ عم بشوفك برج الاسد معاك مفتاح. مفتاح بيت. مفتاح قلب الحبيب. في معاك آآ مفتاح معين آآ انما مسكن جديد انت رح تنتلكه آآ آآ انا اكتر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب انت معاك المفتاح تبعه. فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس او المخاوف اللي عندك اياها كلياتها يعني تقليد مش اصلي. فما تخاف آآ انت يعني القلب الحبيب معاك وانت مالكه فما يعني ما تخاف آآ من الامور اللي عم بتسير لانها آآ امور آآ مؤقتة خلينا نقول آآ والحبيب شفته بالورق عم بتغير عم آآ بيحاول انه يوازن فلا شايفة انه الامور العاطفية على اتم وجه كمان بالعمل آآ الورق كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة لانه الاسد اللي هو فترة هو سوداوي شوي او متشائم خلينا نقول ومعاه يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من اشخاص آآ بقولك حب حالك يا حبيبي بقولك انت بتستحق الافضل انت بتستحق افضل ما انت آآ آآ عليه يعني آآ فقات لحالك ايمة اهتم بحالك اكتر من جوه انا عم بقول آآ من انا عم بقول من جوه من جوه آآ اكتر حب حالك آآ مش الموضوع ما فيه آآ آآ او كزا آآ بقولك انت بتستحق الافضل اختار الاشخاص الافضل آآ استغني عن الاشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك آآ حاول تكون آآ آآ عقلاني شوي بكفي آآ يعني نفكر كتير بألبنا وننسى موضوع العقل. آآ 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 فيه شخص عم بيرائبك كتير بشكل مش طبيعي بحب بشغف آآ عم بيمثل انه هو ما بده ياك او بده يبعد او كزا بس هو عم بيرائب من ورا لورا. فيعني شي كتير حلو بقولك بقولك انه هون انه كتير انت قوي وراح تكون قوي آآ في الفترة الجاي رح تكون الامور آآ زمامها في ايدك انت مش على العكس زي ما كانت آآ بايد الاطراف الاخرى بهاي الفترة رح تكون آآ بايدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة